موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقائق الإخبارية مرحبا بكم أحبطت قوات الجيش الوطني مساء أمس محاولات تسلل وعمليات هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع متفرقة في جبهات تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحبطت هجوما لميليشيات الحوثي في منطقة كلابة شرق مدينة تعز وكبدتها خسائر في الأرواح والعتادة وشار محور تعز إلى أن بيليشيات الحوثي الإرهابية لجأت إلى قصف الأحياء السكنية في شرق وشمال مدينة تعز إثر إفشال هجماتها شرق المدينة إلى ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل الحوثية في قرية الزنبيل بمدرية مقبنة غربي تعز أكدت منظمة إنقاذ الطفولة مقتلى وإصابة أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين طفلا في اليمن منذ بداية العام الجاري وقال مكتب المنظمة في اليمن في بيان إنه على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت للأطفال خلال الهدنة على مستوى البلاد فقد قتل وجرح أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين طفلا في الحرب وذلك بمعدل طفل واحد بين قتيل ومصاب كل يوم ودعت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن راما هانسراغ دعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في اليمن أصيب 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال في انفجار لغم زرعتهم ميليشيات الحوث الأرهابية المدعومة من إيران جنوبي الحديدة وقال المرصد اليمني الألغامي إن 11 مدنيا أصيبوا في انفجار لغم في مركبتهم بمنطقة الجاح بمدرية بيث الفقي جنوبي المحافظة انتزع مشروع مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية مسام انتزع 700 لغم خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري زرعت ميليشيات الحوثية في عدد من محافظات الجمهورية وقال المركز في بيان إن الألغام المزروعة شملت 16 لغما مضادا للأفراد ومائتي لغم مضادا للدبابات وأربعة وثمانين واربعمائة وثمانية وسبعين ذخيرة غير متفجرة وستة عوبوات ناسفة وأشارت مسام إلى أن الألغام المنزوعة منذ بداية عمله بلغت أكثر من 372 ألفا وستمائة لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بعشوائية في عدة محافظات تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظات شبوى يوم أمس من ضبط 2 من مروجي وبايع المواد المخدرة في المحافظة وقال نائب مدير عام إدارة المخدرات في شبوى النقيب مبارك علوي لوكالة سبا إن النقطة الأمنية في مفرق الصعيد على طريق عتق النقبة تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة من ضبط سيارة صالون لكزز موديل 99 وعلى متنها شخصان يقومان بالترويج والبيع للمخدرات في المحافظة وأشار النقيب علوي إلى أنه أثناء تفتيش السيارة المضبوطة تم العثور بداخلها على تسعة جرامات من مادة الشبوى المخدر التي تعتبر من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت مؤخرا في البلاد قال مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور عبد الرحمن الصبري أن هناك تحديات جمة تواجه القطاع الصحي في ظل انتشار الأمراض والحميات والأوبئة بشكل متزايد وقال في تصريح خاص لقناة سهيل إن من الأولوية إيجاد خطط من شأنها واجهت تلك التحديات والنهوض بهذا القطاع حتى ينعم أبناء تعز بمزيد من الاستقرار طبعا التحديات في القطاع الصحي كثيرة جدا أولويتنا الآن هي الحالة الطارية والعاقلة تحسين الخدمات في المؤسسات الصحية بالبدات الطارية في مراكز الطوارئ والعنايات المركزة وكذا أيضا الأمراض التي تحتاج إلى تقديم خدمات بشكل دائم وهي الأمراض المزمنة والذي أيضا تشكل عبع المواطن في عدم قدرته على الحصول على العلاق وكذا على الخدمات بشكل سهل وقدا ولذلك نحن بنعمل جاهدين على أننا نقدم خدمات في مراكز الوحدات هذه الأساسية بحيث نلبي احتياجات وتوقعات مجتمعنا ونحن مسؤولين على الإنسان في صحة ومرضة سيرت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بتاعز اليوم قافلة طبية لعلاج حم الظنك إلى المستشفى اليمني السويدي للأطفال مقدمة من جمعية التربية الإسلامية بمملكة البحرين الشقيقة وتأتي هذه الحملة في وقت تعاني تعز من انتشار مخيف لحم الظنك حيث تجاوز عدد المصابين 12 ألف إصابة في حين يؤكد الأطباء أنه خلف كل حالة مبلغ عنها أو عن إصابتها خمس حالات على الأقل لم يتم الإبلاغ عنها بسبب الأوضاع المادية للأسر وضعف مستمر للخدمات الطبية وجه محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر فرع شركة النفط بإدراج مشروع تسوير ملعب كرة القدم في مدرية سيحوت ضمن موازنة 2023 وبناء مقر النادي الساحل بتمويل من السلطة المحلية كما وجه بدعم ناد اتحاد المسيل الرياضي بوسيلة مواصلات وبناء مقر للنادي حتى يتمكن من القيام بدوره المطلوبة جاء ذلك خلال لقاء المحافظة بن ياسر بإدارتين ناد الساحل بسيحوت ونادي اتحاد المسيلة للإطلاع على احتياجاتهم وتأتي هذه اللقاءات مع قيادات الأندية ضمن اهتمامات السلطة المحلية بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة بهدف تفعيل دورها في مختلف المديريات افتتح وكيل محافظات حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميم اليوم المعراض الثاني لمشروع تحسين تدخلات الحماية بسيئون الذي تنظمه مؤسسات فور هو من للتنبيت بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشروع يستهدف سبعين امرأة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة ورش عمل لتمكينها وتمكين المستفيدات مهديا ومهاريا وأكد وكيل المحافظة المساعد بأن السلطة المحلية ستظل داعمة لهذه الأنشطة التي تسهم في رفع قدرات القطاع النسوي وإشراكها في سوق العمل بجودة وتمييز تشن الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون مشروع الدعم المالي لمواصلات طلاب الجامعة المقدم من سلطة المحلية بواد حضرموت والصحراء في إطار اهتمامها بالقطاع التعليمي والتخفيف من وعانات الطلاب في الفترة الراغنة وأوضح رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون رائد بن عمران بأن الدعم المالي البالغ ثمانين مليون ريال يستفيد منه قرابة خمسة آلاف وسبعمائة طفح طالب وطالبة في جميع الكليات بشكل شهري ويتم توزيعه وفقا لمعايير وآليات محددة تحت عنوان التعليم من أجل السلام وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز أقامت مؤسسة الودة التنموية دورات تدريبية في نهج القراءة المبكرة لمراحل الصفوف الأولى والتي استهدفت خمسة عشر مدرسة متضررة من الحرب بريف محافظة تعز في مدرية جبال حبشي والمصراخ والمعافر وتهدف هذه الدورات إلى رفع المهارات القراءة والحسابية لتلاميذ الصفوف الأولى ويستفيد من هذه الدورات مائة وخمسة وعشرون من المعلمين والمعلمات وميسرات رياض الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين في المدريات الثلاثة هذا المشروع الحقيقة نحن في مكتب التربية والتعليم سنعمل على تعميمه على بقية مدارس المحافظة وسنسهل ونتعاون مع كل المنظامات التي ستقوم مثل هذه المشاريع وسنكون عاون لهم ورافدين لهم في كل المقالات التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم وراف مهارات المتعلمين والدعم النفسي للمعلمين والمتعلمين كذلك يأتي المشروع التعليم من أقل السلامة اليوم والذي سينفذ في ثلاث مديريات في إطار محافظة التعز وهي المديريات التي تضررت في شكل مباشر من الحرب يستهدف المشروع طبعا خمسة عشر مدرسة في الثلاثة المديريات وسيستفيد منه تقريبا مئة وخمسة وعشرون ما بين معلم ومربي صفوف أولية وأخصائيين اجتماعيين يهدف المشروع إلى بناء قدرات هذا العدد من المعلمين والأخصائيين من أجل تطوير مهاراتهم في التعامل مع الطلاب وتطوير مخرجات التعليم بإذن الله لفترة طويلة بقى التدريس مع الطلاب وندرسهم كنحنا بطريقة ثانية لكن القراءة المبكرة ذي جاءت انهضتنا إلى فوق كثير خلتنا نتعامل مع طلابنا بشكل ممتاز يعني مخارج الصوت أصواتهم حروفهم يعني مثلا خلي الطالب يفهم من حصة واحدة عن الحصص الفايتة كامل عن السنوات الفايتة كامل استفدنا احنا وهذا العمر احنا اللي احنا استفدنا قبل ما استفدنا الطالب استفدنا احنا لأنفسنا رغم ان احنا تعلمنا من سابق كملنا سنوات الخدمة بس استفدنا قبل ما استفدنا الطالب وذلك أفدنا الطلاب إثادة جيدة نشكر كل من ساهم بهذا المشروع نشكر كل من وصلنا إلى هذا المشروع دشنا نائب وزير الصحة العامة وسكان دكتور عبدالله دحان في العاصمة المواقعة تعدن اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات المايكروبات الذي تنظمه الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وأكدت دكتور دحان همية الفعالية وضرورة العمل على إنجاحها ووضع المعالجات لمشكلة المضادات الحيوية وسوء استخداماتها والتي باتت مشكلة مستعصية وأوضحت دكتور دحان إلى أن هناك تجاهل للعمل في بورتكولات التعامل مع المضادات الحيوية وكيفية وصفها واستخدامها من قبل المريض الاستخدام الآمن والسليم لافتا إلى ضرورة التوسع حول المشكلة وأساليب حلها من خلال العمل الجماعي والفردي مجددا التأكيد بالتزام بلادنا إقليميا ودوليا تجاهها من خلال مشاركة بلادنا في فعالية المؤتمر العالمي الثالث لمقاومة مضادات الميكروبات الذي سيعقد بعد أيام في سلطنة عمان الأخبار الموجزة في هذه الدقائق الإخبار ينتهت في أمان الله اشتركوا في القناة